صباح الخير عليكم معاكم طار إبراهيم واهلا بكم في فيديو جديد على تيكو تيوب ازايكم عمليم ايه؟ النهاردة هنكمل نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه المرة اللي فاتت وقاله هو تكملت على الموضوع ان انت اول ما تيجي امريكا وكده الموضوع ده انا حابب ارد على فيه واحد سألني في الفيديو اللي فات قال لي يا ريت تتكلم عن موضوع الرهبة والخوف اللي بيبقى عند الواحد اول ما ايه طبعا انا دايما انا في فيديوهاتي بحب ابين الناحية الحلوة اكتر من ابين الناحية الوحشة اللي هي ايه يعني دايما احب ابين انت لقيت ان انت سافرت لقيت سكن سكنت لقيت شغل نتكلم عن الوظيف السهلة الوظيف البسيطة الكلام ده كله عمرنا ما تكلمنا ابدا ولا مرة عن الاحباط او اللحظات الصعبة او 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 اللحظات اللي هي المرعبة ولحظات الخوف ولحظات الفقدان الامل والكلام ده كله انا عن نفسي اغلب فيديوهاتي محبش يعني يقدي طاقة سلبية لحد يعني بس بما ان هو حاب بيتكلم عن الموضوع ده احنا ممكن نتكلم فيه عادي فبالرغم من يعني انا الحمد لله انا ظروفي كانت كويسة من من ناحية اللي هي اللحظات اللي هي اللي مش كويسة يعني او التعب اللي بيواجهك في الاول بس انا ممكن اتكلم عن بعض التجارب اللي حصلت معها اشخاص انا عرفتهم او اتكلمنا فيها يعني واللي هي ممكن تواجه اي حد طبعا انا في اغلب فيديوهاتي كنت دايما بقول للناس ايه ام مثلا انا جاي سنجل وهبقى لوحدي اجيب معايا فلوس ايه اعمل حسابي في كام اقول له مثلا من 3000 ل5000 عشان الموضوع يبقى سهل عليك في الاول سهل من ناحية ايه من ناحية ان انت اللي هي اللحظات الصعبة اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي ايه يعني معلش انت في الاول معاك التلات تلاف للخمس تلاف اه باذن الله قدرنا نساعدك انا او غيري او اي حد من الناس اللي بتشوفهم على الجروبات الهجرة والفيسبوك والحاجات الحلوة اللي احنا شافينا اليومين دول ان انت لقيت سكن مع حد هنقول مثلا 300 دولار في الشهر فانت كده ضامن ان انت من التلات تلاف ضامن لك مثلا تلات اربع شهور الايجار مدفوع يبقى انت تمام وده اللي انا ما بتمنهوش يعني انا ما بتمناش لحد ان هو يستعمل الفلوس اللي جاي بيها الفلوس دي احنا دايما منسميها ان دي اللي هو الباك اوب بتاعك يعني باك اوب بلان يعني ان ما زبتش معاك ما لقيتش شغل اه فضلت عاد في البيت فدي معاك الفلوس دي تصرف منا فاحنا قلنا هو مسلا هنقول مسلا بتلتمية دولار ادي تلتمية اقول مسلا لو معاك تلات تلاف اقول مسلا معاك ربع شهور انت دفع ايجار تمام هنقول لي عم هتصرف في الاول اللي انت ازا سنجل اه هتصرف اه مية دولار اكل ادي مية دولار وحط مية كمان جنبه مواصلات ادي خمسمية دولار خمسمية دولار معاك يعني ست شهور انت تمام متكفر مسلا مية اكل مية مواصلات وانت بتدور على شغل رايح جاي وبكلام ده كله فانت زي الفل قاعد وفقيك سقف وبتنام ويعني مش نام في الشارع الحمد لله نعمة يعني اي حد لسه مهاجر جديد لازم يبقى فرحان ان هو الله انا معايا انا 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 في امان لمدة ست شهور فربنا يكرمني واقدر ادور على الشغل واقدر اروح واجي اقدر اتصل باهلي اقدر اتطمن على ناسي اقدر اروح واجي واحد يقول لي ده في شغل هنا روح اسأل اركب مواصلة واروح والكلام ده كله فهي احنا بنقول ده اصعب الظروف ان انت ساعتها مش هيكونش معاك هنقول مسلا طب انا واحد جمعت الفين دولار بالعافية فانت متكفر لشهرين ربنا يكرمك بازن الله وتلاقي شغل اول بول على طول هتلاقي شغل ازاي زي ما قلت لك كده انت بتنزل بتدور تشوف بنزينة جنبك تشوف مطعم عاوزين ديش واشر يعني تخش تغسل اطباق وهكذا الكلام ده كله بتلاقيها على طول انت ممكن انت روح تقول لك والله لا احنا احنا عندنا يعني ناس كتير طب معلش يخد رقمي ده الرقم بتاعي يا رد تكلمني لو محتاجني حتى يوم واحد تنزل تحط رجلك يوم واحد في اي مكان بتشتغل ودي اغلب الناس عملتها جدا انا حصلت معي بتروح البنزينة والله احنا مليانين في يجي ايجي واحد مسلا بتصل بقول لك انا تعباني النهاردة مش قادر ياجي ومش لاقي حد يكفره خلينا اتصل بطريق اللي سابلي رقمه تعالى انزل الشفت دي ونجربك يوم ومش عارف ايه تبدأ من هنا يبقى انت ضمنت لك يوم حتى في الاسبوع هنقول لو انا على ايامي كان مسلا بسبعة خمسة وعشرين هتشتغل ثمان ساعات هتكون عملت لك خمسين ستين دولار دلوقتي الوضع تغير احنا ماشيين هنا في قرار ان هما يوصلوا المينمم ويج او اللي هو يعني التسعيرة بتاعتك في الشغل خمستاشر دولار هو لسه ما اتطبقش بس يعني اغلب الوظائف اللي بشوفها بشوف ناس لسه اول شغل بيبدأوا 12 دولار 13 دولار في الساعة ودي حاجة جميلة يعني اقول لك على ايامي كنت شغال بسبعة خمسة وعشرين ده لما اشتغلت في مكان في شركة وفي مكتب قبليها بقى كنت باخد ستة دولار كمان فالناس اللي بتشوفني يعني الرهبة والحاجات دي زمان ماشي كنا نقول لي الواحد عنده رهبة رايح مش عارف يعمل ايه مش عارف هيتكلم ازاي انا اول ما جيت كنت بطبع الخريطة على ورقة وعد امشي عشان ادور على المكان بعد ما سوقت حتى بعديها مثلا وبقى عندي عربية كنت برضو اطبع على الخريطة وبقى عارف هتروح اجزت كزا هتروح اجزت كزا انتو مرتاحين اكتر مننا بكتير عندكم كل واحد اكيد اي حد فيك واقل واحد جاي هيكون معاه سمارتفون في جوجل ماب تخش على جوجل ليوريك الطريق تمشي وراه ادي سايق ادي ماشي ادي ركب حنطور ادي ركب عربية ركب قطر نفس الكلام موضوع سهل وبسيط من نسبة للتدوير مليون اعلان على الفيسبوك في مليون جروب عربي محتاجين عامل فطير هنا محتاجين عامل ساندويتش هنا محتاجين طبخ هنا محتاجين واحد في بنزينة هنا اعلانات في كل حت بتعرف تقرأ وتكتب بتعرف تعمل شاتين بتعرف تعمل هتجيب لك كارت تليفون كارت بريبيد بتلاتين دولار في نفس الحزبة بتاعتك اللي احنا حسبناه في الاول كل واحد معاك كارت تليفون معاك تليفون بتحط الكارت معاك تليفون معاك مواصلاتك قاعد في سكن والسكن برضو سهل تلاقيه خايفين من ايه يا جدعاه اعلانات السكن في كل حتة يعني انا اللي انا عاوز اقوله للناس مش عاوزكو يعني يتبقوا خايفين لان الناس دايما بكلم ناس انا دايما اكتر ناس بكلمها اللي هي تقابلت لان برضى على الناس لسه متقابلتش برضو بس مش حابب ايه حابب بقى ابزل مجهودي اكتر وضيعه اكتر مع حد هو فعلا جاي والنصيحة هتفرق معاه لان انا انا بدي النصيحة لله لكل العوامل لكل الناس بس انا بقى حابب ان النصيحة توصل فعلا لحد هو اصلا يعني خلاص جاي وعلى ارض الواقع اه يمكن النصيحة تنفعه وترجع لي من عند عند ربنا يعني فاهمين قصدي طبعا هو المساعدات يعني كل واحد على قد مساعدته واحد بيدي نصيحة واحد بيدي معلومة واحد بيروح يقابل واحد واحد بيجيب واحد واحد يجيب لواحد شغل واحد يجيب له سكن وهكذا وهو كله على الله يعني كل واحد بيقدم الحاجة وبيسيبها على ربنا وان شاء الله ربنا يعني يرزقكم كلكم بالناس طيبة وناس تساعدكم غير ان الفيسبوك والمنتديات والجروبات وعندكم التليجرام في كل حتة فيه طرق يعني يعني محدش خاف غير بقى ان انت تبقى متابع حد زي او غير او 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 انت تقدر تخش على جوجل تلاقي كل حاجة الشغل يا جدعان تلاقوه على الانترنت على الفيسبوك ماركت ليس تخش اي مكان تدور بنفسك حاولوا تعتمدوا على نفسك انا ما عنديش مشكلة افضل اعيد وزيد كل يوم في فيديوهات وقال لكم نصايح واحاول اللي اجيب لكم طرق تعمل ايه وتسوي ايه بس سنتو برضو حاولوا تكتهدوا من نفسك مش عيب والله يعني خش اكتب اه دور اه عاوز تحفظ المكان اللي انت هتيجي فيه انت ممكن تخش على جوجل ماب او جوجل ارت يوريك الشارع وتبقى ماشي في الشارع وشايفه بيو ويعني اه يعني دموست اب دير اقوان يعني هتخش هتشوف بالزبط لسه متصور مبارح او اول مبارح عربيات جوجل كل يوم بتلف حوالين البيوت وفي الشوارع وبتصور فللاسف الرد على السؤال اللي هو كان طالبه مني احد المتابعين ان انا هتكلم عن الحاجات المحبطة ان شاء الله يعني ما يكونش في حاجة صعبة ولا في حاجة محبطة والموضوع يكون سهل وبسيط والعملية تكون سهلة معاكم موضوع سهل ما تقلقوش موضوع اللغة برضو هتكلم عنه في الفيديو الجاي استنوني الفيديو الجاي واقول لكم برضو الهنت والحاجة البسيطة اللي تخليك تقدر تتاقلم مع الوضع اول ما تيجي شكرا لمتابعيتكم لو حابين فيديوهات اكتر عن الهجرة اكتبولي تحت التعليق واكتبولي برضو عوزين نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي شكرا السلام عليكم